اروح مع حضراتكم لمجلس الوزراء اللي وافق على مشروع قرار باعتبار مشروعات انشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن برج العرب الجديدة السلام شرق فورسعيد قسيط الجديدة ستة اكتوبر طيبة الجديدة وبهبيت الحجارة الغربية ارجو اكون بقول اسم صح من المشروعات القومية يعني اعتبار هذه المشروعات لانشاء الجامعات التكنولوجية ضمن المشروعات القومية اللي بيسري عليها القانون القانون البناء 119 لسنة 2008 حتى يمكن الانتهاء من الترخيص الخاصة بهذه المشروعات والتسلمها في الموعيد المقررة لما لهذه النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة تبقى لاحتياجات سوء العمل ايه بقى قصة الجامعات التكنولوجية دي؟ جامعات التكنولوجية دي حاجة احنا محتاجينها جدا 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 ليه؟ لانه انت بتطلع مثلا من المدارس الفنية ومستوى المدارس الفنية الصناعية طبعا معروف ولسه في مشروع بيتجهز دلوقتي وان شاء الله قريب يعرض على سيادة الرئيس وابقى فيه نهضة للمدارس الصناعية وبشكل غير مسبوق في مثلا ما عندكش بقى المهندس اللي خارج من جامعة تكنولوجية المهندس اللي عنده خبرة وعنده علاقة بالكمبيوتر وفي نفس الوقت عنده علاقة بالصناعة بما يؤهل سوق العمل ويملى الفراغ اللي موجود فيه ولذلك الجامعات التكنولوجية شيء مهم جدا جدا دائما ما اقول لكم ان الجامعات هي مفرخة الحضارة لانه الحضارة بتقوم على كتاف هؤلاء الصناع اللي خارجي من جامعة تكنولوجية او مدرسة سنوية صناعية تجارية زراعية زخروفية هؤلاء هم عماد الوطن اه طبعا احنا محتاجين اللي دكاترة والمهانسين والمحاسبين بس دول برضو محطوطين في منطقة مش يعني عددهم اللي انت محتاجه ومش بنفس احتياجك لانك تقوم الصناعة محتاج عمال مدربين محتاج عمال مهرة محتاج مساعدين مهانسين محتاج مهاندسين جودة محتاجين مهاندسين اه اه سيانة محتاجين مهاندسين تصميم ان شاء الله يعني ده خطوة اه كويسة جدا موسيقى